سيادة نائب محمد وعنين زي ما حاجوا بتشوفوا كده خالد الجندي موجود دكتور سعدينيليلي موجود على عدد كبير جدا كانوا حاضرين زي ما حاجوا بتشوفوا كده محبة شديدة بين الناب محمد أبو العنين والدكتور حسام موافي هذه المحبة طبعا قده توقيع نائب محمد وعنين كشاه عقد القران نجلة الدكتور حسام موافي طيب تيجي القصة وكان الدكتور محمد خشتي موجود كمان زي ما حاجتكم تشوفه زي ما بقول لكم فطبعا لما تيجي تشوف هناك عملية تم عملية زي ما بقول كده إخفاء حقيقة إخفاء حقائق فيه طبعا اللي هيحكي لحضراتكم مشانة بالمناسبة الحكاية أصلها إيه وعشان تعرفوا الحقيقة من الفيديو الحقيقي لأنه فيه ناس ناس وأنا بقول على الهوى ناس رخيصة ناس تترصد ناس تبتز ناس تقوم بعملية تدليس وسوء نواية ده من الآخر يعني لأن أنت النهاردة زي ما بقول لك كده طبعا نحتاء وعايز أقول لكم نعم محمد أبوانين وأنا بشوفه من ناسبات كبيرة جدا جدا شوفوا أهل دايرته في الجيزة وغارج الجيزة شوفوا الناس بيقابلوه رجل متواضع جدا وعايز أقول لكم الحكايات دي بالنسبة له يعني لا يمكن أبدا بيقبل حاجات من الحاجات أو البعض أو البعض زي ما بقول الناس اللي بتدلس تتكلم على هذا الأمر لا رجل له مكانته جوه مصر وبره مصر مش لهذا الرجل ولا هذا الرجل الاتنين لهم مكانتهم جوه وبره ولكن هناك من يدلس من يكتز من يريد إنه يعني زي ما بقول كده يعني يركز على لقطة معينة إنتا ما شوفتش الموضوع من أوله طب انت شوفت النقر محمد وعنين قال إيه تحدث عن العالم الجليل دكتور حسام وأشاد بالدكتور حسام موافق قدم التهنئة طبع الأولي تكلم على البرلمان وتكلم على المشروعات وتكلم على العاصمة وفخور قديه بالعاصمة ورئيس البرلمان مملكة البحرين قديه اللي شوفوه في العاصمة وراجع الرجل منباهر بالعاصمة فقعد يشرح للناس ويحكي لهم وقال لهم أنا بقول لكم تروحوا مدينة الفنون ولازم تتفرجوا عليه وتشوفوه قال كده وبنصحكم تروح تتفرجوا وشوفوا بلدكم بتعمل ليه كنتوا لمستقبلكم ولولادكم يعني ده ليه كنتوا ولولادكم وقعد يهزر معهم بجد بتكلم معه يعني أهلو شكرا